ناقش طرفا الصراع في اليمن خلال المباحثات التي استضافتها أو استضافها الأردن ملاحظات على قوائم الأسرى التي تم تبادلها أثناء المشاورات في السويد وقال مسؤولون في مكتب المبعوث الأممي لليمن إن البدأ في إطلاق صراح الأسرى أو تبادل الأسرى بشكل سريع من وجهة نظر المكتب الأممي سيساهم في تعزيز أجواء الثقة بشكل إيجابي على الملفات الأخرى وكان الطرفان استأنفا اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى أملا بتحقيق انفراج ملموس على الأرض